لحظت في بيلاد الرب يسوع المسيح رسائل الملائكة كانت تبتدي لا تخاف لا تخاف يا مريم لا تخاف ليوسف لا تخافه للرعاة وهكذا كان بيبتدي بكلمة لا تخاف وبعدين بيكمل الوعد اللي بيتكلم فيه أول مرة في إنجيل لؤة أو في كتابات لؤة اللي هو في إنجيل لؤة اتقلت لزكريا لا تخاف يا زكريا لأنطل بيطا قد سمعت كان زكريا وقالي صبات كان كلاهما برين أمام الله سلكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلالهم ناس أفاضل محترمين في أيام هيرودس ومحترمين وأطقية عندهم مشكلة ما عندهمش ابن مع أن لو الرب عطاهم ابن ده أفضل وحدة ربي ابن قالي صبات ويطلع كهن ويروح زي ما حنى واعتت ابنها بيت الله يزبط الأمور بدل حفن وفنحاس والعك اللي بيعقو ده يروح يحن المعمدان الهيكل ويزبط اللي بيعمله حنان وخيف اديها دي يا رب ادي دولة دولة أولى ناس يقتد ما أعطهمش حكمته بقى أكيد وتوقيتاته لأنه حيديها مش حيدي أي واحد حيدي يوحن المعمدان أعظم الموديد من النساء والتوقيت قبل ست شهور من مجيء الرب ليه ويجدير بالذكر أنه اتنين كانوا شيخان يعني عوجيز يعني خلاص انتهى الأمر ولكن الغير مستطاع عند الله مستطاع طبعا المستطاع عند الناس مستطاع عند الله أعتقد أن يمكن كانوا تأكدها من مماتية مستودعهم ويمكن الإصابات انقطعا يكون لها عادة كالنساء ما بقاش تنفع في الوقت ده جي الرب وكان زكريا بيكاهن في الهيكل وكل كاهن يدخل الهيكل يبقى خايف قصة أبيه وأبي نداب لما قدمه نارا غريبة وماته في الوقت يتخوي أي كاهن مرعوب فزاد الرعب لما شاف ملاك خاف قال له ما تخاف لا تخاف ما خافش ازاي قال له الحيسية لعدم الخوف قال له لا تخاف لأن طلبتك قد سمعت أخيرا أنا نسيت أنت نسيت بس رب أنا ما نسيش نعم أنت ما كنتش كف للطلبة أنت بتطلب وأنت شكلك ما كنتش واثق في إلهك بس إلهك كان كف لإستجابة الطلبة وإنت أنا يستجيب تزنبر طوليت على الرب أكيد فيبقى إحنا المسجي اللي لينا وبنقدمها للأفاضل اللي بيسمعه ما تخافوش لأن إلهنا بيستجيب للطلبة بس المهم إحنا بنصلي ولا ما بنصليش المهم نصلي وتوقيت الرب مهم كمان وانتظر الرب أكيد بس يعني برضو يعني مش معناها إن إحنا بنصلي ويبقى ربنا لازم كل اللي عايزين ويستجيبهن وكأن ربنا ده ما كانت زي حط الكمبيوتر يحط يطلع عليه لا مش كده ربنا عنده حكمة وعنده توقيتاته وكمان وانا بصلي يكون في حالة أدبية صحيحة وكمان الرعايته إسما في قلبي لا يستجيب ليه رب وكمان لو أنا بطلب طلبة عشان أمجد نفسي مش هيستجيب الرب لكن كنت بطلب طلبة عشان أمجد الراب حيستجيب وبعدين يجب أنتظر توقيتات الراب والمرة الثانية لما ظهر لمريم قال لا تخاف لأنك قل وجدت نعمة نعمة عند الله برضو المطابعة مريم ما تخافش ليه شابة صغيرة طبعا بحبها قوي لأن أنا بسميها الامرأة أو الفتاة التي حسب قلب الله يعني يعني بحب أقولي التعبير ده وبيعجبني أصطفاها الله على جميع إساء العالمين لكي يأتي منها المسيح ابن الله حاجة روعة وهي مميزة جدا بس فتاة صغيرة في رفية مخطوبة لنجار في النصرة وبتصلي وأعتقد أن كانت ذهنها مشغول بفكرة الهيكل زي حنة كده وبتصلي يمكن ابعت لنا الابن أنت وعدت أنك تبعت لنا الابن لأن نعطى ابنا فأين الابن اللي جاي أمتى وجالها الملاك وهي بتصلي بتخيلها وهي بتصلي فخافت البنت الشابة الصغيرة دي خافت من منظر الملاك فالملاك طمينها قال لها ما تخافيش ما تخافش ليه قال لها ما تخافيش لأنك موضوع للنعمة النعمة هتتفضل جدا أنت النعمة هتخليك أم المخلص أنت الأم الرب لما يأتي حسب الجسد إيه الجامل ده هي موضوع للنعمة أيها وبالطبع كمان ظهر ليوسف وظهر للرعاة ونفس في إنجيل المتة قال لي يوسف ما تخافش يا يوسف مرتين ظهر له وقال له ما تخافش أنك تأخذ لأن الذي حبل بها هو بالروح القدس ما تخافش وبعدين قال له ما تخافش أنك ترجع تاني لليهودية لكن في إنجيل لوقت قالت بس لمريم ما تخافش لأن النعمة بتتعامل معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر